نظامت جمعية رسالة للأعمال الخيرية بإحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي فعالية لتوزيع سنديق مواد غذائية على 3000 أسرة من أسر الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بمحافظة الإسماعيلية يأتي ذلك تنفيذا لتوجهة الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلية التنموية وفقا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطنها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصرى 2030 بنقدم 3000 كرتونة لأهلين الأولى بالرعاية داخل محافظة إسماعيلية تبقى للمبادرة الممنوحة من سيادة الرئيس للأسر الأولى بالرعاية داخل جمهورية مصر عربية يخلينا الرئيس اللي هو يجايب لنا كل حاجة وربنا يخلينا جمعية رسالة كل مرة بيدونا وبرادونا وعمرهم قالوا لا حد خالص جمعية رسالة ربنا يسلح حلوة بيساعدونا والله وبيدبونا كل الخير ربنا يكرمهم يا رب احنا بنشخي جمعية رسالة ان هي دايما خدمانا وجايبانا كل حاجة على البيت والنهار دا احنا اخدنا منها كرتونة جميلة فيها خياط ربنا وكل حاجة حلو